محصول الزيتون يعتبر من المحصيل المهمة التي يحرص أهل مطروح على زراعتها لاستخدامها في الأطعمة كما يستخدم الزيتون في تصنيع المواد الدوائية نظرا لتوافر التربة والبيئة المناسبتين لزراعته بالمحافظة لفائده العدة يحرص أهل مطروح على استمرار زراعة محصول الزيتون الذي عد من إرث أجدادهم محافظة مطروح تتميز بالعديد من الزراعات التي تتناسب مع بيئتها الجوية ونوعية تربتها لكن من بين هؤلاء يبقى الزيتون سيدا على المائدة وعنصرا هاما للمواد الدوائية التجميلية وتقوم زراعة الزيتون بمطروح على مياه الأمطار ومياه الآبار في بطون الوديان فمزارع مطروح يبدأون حصاد محصولهم الأشهر منتصف شهر سبتمبر من كل عام نحن في وقت تجمع الزيتون نجيبه حريمنا وعيالنا كلهم حتى اليقر في المدانس يجوه معنا ونبدأ من الساعة من الصباح الساعة ستة لغاية الساعة عشر ورصة عشر ونريحه عشان نفطه وبعدين نبدأ في الشغل الثاني لحتى يجي المغرب عملية حصاد تتم على مراحل تبدأ بحصاد أصناف زيتون التخليل في سبتمبر يليها حصاد الأصناف المنتجة للزيت في أول أكتوبر حصاد يعقبه عمليات فرز وعصر وتعبئة تمهيدا للترحب الأسواق بنبدأ لولا بجمع زيتون المائدة وبعد كده بنبدأ بجمع زيتون العصير زيتون العصير بنجمع بنفرش فرشة تحت الشجرة وبنجمع عن طريق اليدوي عن طريق بيليد طريقة الحلب حتى من بشل سمر أو من أصابة أو حاجة كده محافظة مطروح تزرع نحو أربعين ألف فدان بأشجار الزيتون لا تعتمد على استخدام المبيدات لتنتج أفضل المحاصيل إقليميا الذي يتميز بقيمته الغذائية العالية